والله في الحقيقة أنا ربما أعتمد مقاربة مغيرة لما يحدث الآن في أوروبا وفي الغرب صعود اليمين الذي عادة ما نطلق عليه المتطرف أو المتشدد وفي الحقيقة هي مسألة طبيعية أنا أقارب هذا الصعود أو هذا الوجود في إطار ما يطلق عليه التعددية الفاعلة هنا في أوروبا فهي التعددية مفتوحة لجميع الأطياف السياسية والدينية والإيديولوجيا لذلك فإن أي فوبيا أو تشكيك من هذا الوافد أو من هذا العنصر ينبغي أن تكون على أساس منطقي وواقعي هناك تحول ليس فقط ديمغرافي وإنما هويات كذلك هناك مثلا ظهور أجيال الهجرة الجديدة التي تعد بالملايين وليس بالآلاف وعشرات الألاف هي أجيال تشكل جزء لا يتجزأ من هذا الغرب ينبغي لهذا اليمين والمعادلة السياسية الغربية أن تأخذ هذا العنصر بعين الاعتبار يعني في الحرب العالمية الثانية في ألمانيا مثلا اليمين القومي في نهاية المطاف لم يصطدم بالواقع جرب وصل إلى السلطة كان هناك عنصر يهودي مثلا كان يقدر بالملايين في ألمانيا ودول أوروبية أخرى ولم يلجم ذلك سياسة النازيين مثلا لماذا يتوقع أن يختلف الأمر الآن في أوروبا لأنه ينبغي أن نأخذ السياق بعين الاعتبار لأن ذلك السياق هو سياق قديم سياق ربما تقليدي بمعطيات مغايرة السياق الآن هذا كما قلت فيه ظهرت فيه معطيات جديدة لسيما فيما يتعلق بالعنصر بين قوسينا الأجنبي أو الإسلامي هذه الأحزاب ولو أنها فازت في الانتخابات فإنها تظل تشكل عنصرا من المعادلة السياسية العامة سوف تقبل أو يقبل بشكل أو بآخر لا بد أن يكون هناك نوع من التوافق حتى تستمر السياسة في الواقع وأنتم تعلمون هذا الجانب لسيما عند السياسيين الغربيين الذين يركزون على المصالح دكتور عمر ما رأيك في هذا الكلام يعني أنت تعتقد قلت أنك تعتقد أننا الآن في منعطف تاريخي الدكتور تيجاني يقول لا هذا ليس استثناء ليس شيء جديد وبالتالي لا يريد أن يسرع أكثر من اللازم في استخلاص العبار دكتور تيجاني يعني بعد كل ما سمعته من دكتور عمر ودكتور عبيدي هل لا زلت عند موقفك بأن ما يجري حاليا في أوروبا هو شيء طبيعي في مسار التاريخ الأوروبي أجل لماذا؟ لأن مثلا قبل ربما عقد أو عقدين كانت الأفكار الشعبوية كانت غير مقبولة سواء في الواقع أو لدى السياسيين الآن نجد أن هناك نوع من التفاعل ولو النسبة مع هذه الأفكار بل وأن الشعبويين أصبحوا الآن يشاركون في بعض الحكومات الأوروبية وفي اتخاذ القرار هم موجودون ليس فقط على المستوى المخيال السياسي وإنما في الواقع إذن هناك نوع من التطور ربما الإيجابي في التعامل مع هذه الأفكار فقط ما ينبغي وهو أن الأحزاب التقليدية والسياسيون التقليديون أنهم ينبغي أن يتعاملوا بجدية مع هذه التحولات هنا أضرب مثال مثلا عبما الأغلبية أنها تركز على جانب الخوف والفبية وصناعة الخوف والتخوف وما إلى ذلك لكن ينبغي أن ننظر كذلك إلى الجانب الآخر من العملة هناك إقبال على الإسلام مثلا في الغرب هناك عشرات الألاف من الغربيين منهم من كان يحسب على الشعبويين الذين يسلمون ويخدمون الآن الإسلام أضرب هنا مثال مثلا الرجل الثاني في حزب الحرية الهولندي الذي كان صديق خيرت فيندرس هذا الذي كان يعادي الإسلام بل الذي أنتج فيلم فتنة الذي حاول أن يشويها بواسطة الإسلام هذا الرجل في آخر المطاف عندما درس الإسلام الآن أسلم والآن يخدم ويقدم خدمات جليلة للإسلام يدعو إلى الإسلام بطريقته لذلك فينبغي أن ننظر إلى هذه المسألة من مختلف الجوانب دكتور عمر تحملني دقيقة ما رأيك فيما سمعت حتى الآن أنا أرى شخصيا أنه بالنسبة للأحزاب الشعبوية بصفة عامة سواء المحسوبة على اليمين أو على اليسار المتشدد أنها وإن صعدت بشكل مكثف فإنها سوف ربما سوف تعيش مجموعة من التحديات من بينها أعود إلى الإسلام إلى المكون الإسلام هذا يشكل تحديا ليس في بعده الديني وإنما في بعده الوجودي هنا أجيال الهجرة الأخيرة كما أسميها هي أجيال ما بعد حداثية أجيال متطورة أجيال تتقن اللغات والمهارات الاجتماعية والتكنولوجية وما إلى ذلك هذه الأجيال ربما بعد ثلاثين أربعين سنة سوف يكون عندنا هناك جيل آخر جيل مثقف متعلم جيل يوجد في مختلف المجالات الحيوية كيف سوف تتعامل هذه الأحزاب والآن نرى الكثير من الشخصيات الإسلامية النافذة والمؤثرة كيف سوف تتعامل ينبغي أن نأخذ هذا العنصر بعين الاعتبار إذا نحن أردنا أن نتحدث عن مستقبل هذه الشعبوية ومستقبل كذلك المعادلة السياسية هنا في أوروبا وفي الغرب نهاية دكتور تيجاني أرجو إجابة في حوالي دقيقة يعني هل ترى أنت أن التحالف الذي حصل بين الولايات المتحدة وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لإنشاء نظام عالمي ليبرالي هل ترى هذا التحالف يعيد نفسه لكن باتجاه إقامة نظام ليس ليبرالي بل شعبوي نرى الآن فيه التراجع وانكيماتش كذلك لهذه الحركة الشعبوية في بعض المناطق في أوروبا في إسبانيا مثلا هذا الانفصال الآن تعرف أنه فيه مخاذ فيما يتعلق ببريطانيا هناك ربما انفصال على المستوى السياسي ولكن المستوى الاقتصادي هناك الكثير من المصالح المشتركة بينهما فهناك مثلا في هولندا هناك في الانتخابات الأخيرة هناك تراجع لحزب خيرت فيلدرس وصعود للوائح المحلية إذن ينبغي أن نأخذ كل هذه المعطيات والتطورات بعين الاعتبار يحكم في آخر مطاف حول هذا التحالف وحول مصيره في المستقبل انتهت الحلقة يمكنكم التواصل معنا كالمعتاد عبر بريدنا الإلكتروني وفيسبوك وتويتر شكرا لكم جميعا إلى اللقاء